بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو والذي سوف نتكلم فيه على أهم إضافتين على متصفح جوجل كروم والذي ستفيدنا كثيرا في العمل على ميرتش باي أمازون إذن بالنسبة للأشخاص الجدد معنا في هذه القناة نتكلم على الـ POD كل ما هو متعلق بالـ POD Print on Demand سواء كان على أمازون كيري بي، Redbubble أو ميرتش باي أمازون إذا كنت جديدا لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس لايك إذا أعجبك الفيديو إذن لنبدأ الشرح بداية نبدأ بالدخول إلى متجر التطبيقات والدخول إليه يكون عبر الضغط على هذه الأيقونة الخاصة بالـ Apps إذا كنتم لا تمتلكون هذه الأيقونة أو لا تظهر لكم هذه الأيقونات إذن يمكنكم إظهار الـ Bookmarks Apps عبر هذه النافذة إذن تضغطون دغطة يمين ثم تضغطون Show Bookmarks Bar أو تضغطون على الثلاثة النقطة الموجودة هنا ثم تضغطون Bookmarks ثم Show Bookmarks Bar ثم من بعد ذلك نضغط على Apps ثم نضغط على Web Store وبهذا يتم توجهنا إلى المتجر التطبيقات الخاص بمتصفح Google Chrome أو يمكنكم كذلك الدخول عبر الرابط التالي Chrome dot Google dot com slash Web Store إذن بعد الدخول إلى المتجر نبحث على الإضافة الأولى وهي Merch Research Free إذن نكتب هنا Merch Research Free ثم نضغط هذه هي الإضافة إذن نقوم بإظهار الصفحة الخاصة بها ثم نضغط Add to Chrome أو Ajouter Chrome إذا كنتم تمتلكون طبعا المتصفح باللغة الفرنسية أو اللغة الإنشيزية إذن سأقوم بإضافة الإضافة إلى هذا المتصفح إذن Add to Chrome وهنا نلاحظ أنه تمت الإضافة بنجاح الإضافة الأولى إذن سأشرح لكم باختصار لها العديد من المزايا ندخل إلى موقع Amazon dot com فاصل قصير قبل مواصلة الفيديو أي شخص لم يتم قبوله في Merch by Amazon ومهتم بالحصول على حساب يرجى التواصل معنا على الإيميل التالي contact.waliddaif at gmail.com ومن المزايا التي تتوفر إليها وأهم ميزة في هذه الإضافة إذن سأقوم بعمل البحث على سبيل المثال Halloween Shirts إذن نلاحظ أن عند كتابة Halloween Shirts تظهر لتطبيقات أو على عفوة لنتائج البحثة المتعلقة بMerch by Amazon بالإضافة إلى النتائج الخاصة بAmazon FBA إذن نحن لا نريد هذا نريد فقط التي شرطات التي هي على تطبيق Merch by Amazon وبالتالي هذه الإضافة تساعدنا على ذلك إذن كيف سنقوم باستخدام الإضافة؟ إذن الأمر سهل إذن نقوم بعمل select على الشيء الذي نريد البحث عنه ثم نضغط دقطة يمين وهذه هي الإضافة Merch Research Free ثم نضغط Show All Merch هنا كما تلاحظون يظهر لي فقط التي شرطات أو التصاميم المتعلقة بMerch فقط وبدون أن تظهر لنا التصاميم الخاصة بAmazon FBA طبعا هذا سيساعدنا كثيرا على معرفة المنافسة لا يمكننا التنافس مع تي شرطات Amazon FBA لعدة أسباب لن أذكرها في هذا الفيديو حتى لا يطول الشرح هذا الفيديو مخصص فقط بالإضافة ربما نتترق إلى ذلك في فيديو مقبل إن شاء الله نتطلق إلى أو نتترق إلى الإضافة الثانية وهي DS Amazon Quick View إذن DS Amazon Quick View نقوم بإضافتها أولا إلى أو على المتصفح هكذا تمت الإضافة نعود مرة أخرى إلى المتصفح ونعود إلى موقع أمازون إذن قمنا بالبحث قبل قليل على تي شرطات أمازون ولكن نحن لا نملك المعلومات الكثيرة على تي شرطات الخاصة بأمازون لدينا فقط الإسم ولدينا كذلك السعر ولكن هناك العديد من المعلومات تنقص ولمعرفة هذه المعلومات علينا الضغط على أحد هذه التي شرطات لنعرف المعلومات التي نريد ومنها وأهم المعلومات التي هي البي اس آر إذن هنا نلاحظ أن يجب علينا النزول إلى البرودكت ديتلز اللي نعرفها البي اس آر الخاص بتي شرطات إذن بعد إضافة الإضافة الخاصة بالدي اس أمازون كويك فيو سنعرف العديد من المعلومات والمعلومات المهمة منها الامازون دي اس كويك فيو تعطينا البي اس آر دون الضغط والدخول على البرودكت إذن سنقوم بنفس البحث إذن هالوين شيرتز هذه المرة سنقوم بالبحث على إذن سنختار الإضافة التي قمنا بها قبل قليل وهي أمازون ريتشورتش فري وسنقوم بشو وهنا سيظهر لي فقط التي شرطات الخاصة بميرش بأمازون وكما تلاحظون لدينا معلومات جديدة قامت إضافة دي اس أمازون كويك فيو بإضافتها منها البي اس آر إذن البي اس آر بالنسبة للأشخاص الذين لا يعرفون البي اس آر البي اس آر هو رقم يحدد لنا ترتيب التي شيرت في الكاتيغوري على سبيل المثال ترتيب هذا التي شيرت هو أربعة وتسعون ألف تمانمائة وسبعة وعشرون في هذه الكاتيغوري الخاصة بالكلوتين أند شوز أند ديولوري إذن كلما قل البي اس آر كلما كانت مبيعات تي شيرت أكثر لدينا كذلك معلومة هامة أن هذا التي شيرت يتم بايعه من طرف أمازون إذا كان FBA ستلاحظون أن التي شيرتات ستكون عليها هنا أمازون FBA إذن سأقوم بنفس العملية ولكن هذه المرة دون استخدام إضافة ميرش ريسورش فري وكما تلاحظون لدينا تي شيرتات تظهر بFBA سلر إذن لدينا هذا التي شيرت هو تي شيرت خاص بFBA وليس خاص بمرش بأمازون إضافة ميرش ريسورش فري لديها كذلك ميزة أنا أعتقد أن هذه الميزة مهمة وهي ميزة خاصة بـ Check الـ Copyright إذن التريد مارك عفوا إذن سنقوم ببحث على هوكي بوكي نضغط دقطة يمين ميرش ريسورش فري ثم نضغط على USBTO وسيتم نقلنا مباشرة إلى موقع USBTO مع Check الـ Trademark هل هذه الكلمات هي Trademark أم لا لا يمكنكم الاعتماد فقط على هذه الإضافة لمعرفة Trademark أم لا سأقوم في الفيديو المقبل إن شاء الله بفيديو خاص على كيفية البحث على Trademark إذن كتجربة فقط سنقوم ببحث على على سبيل المثال لنأخذ على سبيل المثال على سبيل المثال ديزني نقوم بـ Merch Search ونقوم بالبحث على USBTO إذن كما تلاحظون هذه علامة تجارية خاصة بـ Disney إذن دون الدخول إلى موقع USBTO يمكن إذا أردتم معرفة ذلك بشكل سريع فقط تقومون بعمل Select للكلمات ثم تضغطون Merch Research Free ثم تضغطون على USBTO وسيقوم ببحث سريع لكم لتعرفوا هل هذه هي Trademark أم لا بشكل سريع أما أنا فسأشرح لكم في فيديو مقبل إن شاء الله كيفية التطرق والبحث على Trademark إذا كانت الكلمات المفتاحة التي تريد استخدامها هل هي Trademark أم لا إذن انتظرونا في الفيديو المقبل شكرا لحسن المتابعتكم وإلى فيديو مقبل إن شاء الله السلام عليكم اشتركوا في القناة